طلب الرد المقدم اليوم هو الذي تم تقديمه منذ أكثر من ستة أسابيع كان بحق القاضي ناجعيد هذا القاضي هو الذي ينظر بطلبات الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي وبالتالي عندما قدم طلب الرد ضد هذا القاضي تلقائيا توقف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البطار عن عمله وبكل هذه الأسابيع الماضية كان التحقيق متوقفا لأن القاضية التي بات يعرف اسمها الجميع اليوم هي القاضية رولا المصري لم تبت بهذا الطلب ولم تستلم الملف طيلة الأسابيع الماضية البعض تحدث عن أنه كان أصيبت بفيروس كورونا وأنه حصل لديها حالة وفاة في العائلة ولكن منذ أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين تسلمت هذه القاضية الملف ولكن لغاية اليوم لم تبت في ملف أو في طلب رد القاضي ناجعيد لكي يستلم أو لكي يستكمل المحقق العدلي التحقيقات في قضية انفجار المرفأ الأهالي اليوم يتخوفون خاصة وأنه في نهاية نيسان المقبل هذه القاضية ستتقاعد وبالتالي الأمر سيحتاج أكثر لأسابيع أكثر أيضا لكي يتم تعيين قاضي آخر يستلم ملف أو طلب رد القاضي ناجعيد وبالتالي مماطلة جديدة أو تأخير آخر في استمرار التحقيق ولذلك اليوم تحركوا وفي الأسبوع الماضي أيضا تحركوا أو قبل أكثر من عشرة أيام تحركوا لطلب من القاضية رولا المصري للبت بهذا الملف لكي يستكمل المحقق العدلي عمله خاصة وأنه نذكر أنه هي ليس هو ليس الرد الأول وليس الطلبات الرد الأولى هناك العديد من طلبات الرد التي عرقلت التحقيق بشكل متكرر وهو اليوم التحقيقي توقف لسبعة أسابيع نحن دخلنا الأسبوع السابع المحتجون وذوء الضحايا ضحايا في جر المرفأ ليلة كيف يقيمون أسباب هذا التأجيل أو هذه المماطلة هل يعتقدون بأنه هناك تعمد في التأخير ومماطلة في التحقيقات أم أنها ربما يعرفون أنها تأخيرات إجرائية بالطبع بالطبع هناك علامات استفهام كثيرة من أهالي الضحايا لذلك اليوم هم دخلوا واقتحموا قصر العدل وطالبوا القاضية بالبت بالملف خاصة وأن الملف لا يحتاج إلى الكثير من الدرس للبت لأنه ليس طلب رد ضد المحقق العدلي إنما ضد من ينظر بطلبات رد المحقق العدلي ولذلك اليوم هم يعتبرون أن هناك مماطلة ليس فقط بهذا الطلب إنما بكل الطلبات الأخرى ويعتبرون أنه اليوم هناك مدة عليهم لا يريدون أن يصل المحقق العدلي إلى الحقيقة أو إلى قراره الظني بغض النظر عن ما هو قراره الظني إنما يعتبرون أن هناك مماطلة ومحاولة لتمييع وتأخير هذا القرار الظني والوصول إلى الحقيقة